بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي إن شاء الله في هذا الدرس راح نستعرض عام لوظاف وتركيب بعض العضيات الخلوية ورح نتكلم عن هذا الدرس عن الهيكل الخلوي عضيات الهيكل الخلوي طيب طيب تركيب الهيكل الخلوي عبارة عن شبكة داخل الخلية هذه الشبكة تقلف الخلية أيضا وظيفة الهيكل الخلوي عبارة عن تدعم الخلية من الداخل وتساعد في نقل الجزئيات وبعض المواد في داخل الخلية وتربطها بالإنزيمات اللازمة للعملية الكيميائية والتسريع للتفاعل الحيوي هذه فائدة الهيكل الخلوي أتمنى أنكم استفدتوا هذا التركيب مهم جدا إلى هنا انتهاء الدرس كأنا معكم البعض خالد بن السعود الحليبي ونشوفكم في درس قادم ترجمة نانسي قنقر